طبعا هذا عمل داخلي للحزب لفرع العلاقات الخارجية نحن وزعنا تركيا على سبع مناطق وحتى يومنا هذا خمس مناطق قمنا بترتيب هذه الاجتماعات وفي هذه المنطقة اخترنا مدينة غازانتاب وان شاء الله شهر المقبل سينعقد هذا الاجتماع في مدينة أرزروم اختلف شيء مثلا طالما ان غازانتاب هي في مدينة كتير ولاية فيها كتير سوريين لا لا بالحقس يعني اذا تريد الحقيقة اولا كنا مبرمجين الامر في اورفا ولكن لأسباب ما اخذناها الى غازانتاب ما في هناك اي مبرر ولا سبب يعني طيب تحكينا عن سياسة الحزب تجاه السوريين في الايام القادمة في كتير سوريين متوجسين من موضوع الاقامات متوجسين من موضوع يعني نحن فقط خطوط عامة انا اقول لك يعني بالنسبة للاخوة السوريين اللي موجودين حاليا كضيوف ليس لاجئين هم ضيوفنا الموجودين وعددهم اكثر من ثلاث ملايون نصف واللي عايش مقيمين هنا بكملك موقعت هدول ما في عندهم اي مشاكل لا احد يستطيع ان يقول لهم اي شيء خلال اقاماتهم في تركيا الا ان يكونوا بشرط مقيمين في المنطق او بالمدينة اللي اخذوا هذا الكملك اذا يأخذ هذا الكملك ويعيش في غير مدينة اذا تم الغبط عليه يسفروا يعني يأخذ خروج من ادارة الهجرة ويذهب الى بلده يعني بها شكل هذا ولكن الموجودين شرعيا في تركيا لا احد يستطيع وسياستنا مثل ما يوم ما اتيت الى تركيا حتى يومنا هذا ما تغيرت عند الحزب العدالة والترمية وخاصة عند رئيسنا رجب طيب اردوغان احزاب المعارضة هذه ماخذينها كوسيلة من اجل ان يخضوا اصوات كثيرة من الشعب التركي ولكن نحن من البداية وقوفنا ثابت مثل الف خاصة تجاه الاخوة السوريين نحن لا نعتبر الاخوة السوريين لاجئين في تركيا الاخوة السوريين خاصة هم ضيوفنا في تركيا وسياستنا مستمرة بهذا الشكل هذا لكن نحن الآن ننسق مع الدول الصديقة ان نعمل بنية تحتية لهؤلاء الاخوة في المناطق الحرة في سوريا مثل مدارس مثل جامعات مثل مناطق الصناعية لكي نخفف عليهم الحياة في تلك المناطق عندما نحن نكمل هذا المشروع والآن بدأت تقريبا حوالي منطقتين صناعية بدأت تنشأ في المناطق المحررة وإن شاء الله طبعا نحن هذا نختار للاخوة السوريين إلا برضائهم إذا يريدوا أن يسافروا إلى تلك الأماكن أبوابنا ونسمح لهم بالذهب إلى تلك الأماكن ولكن إذا لم يكن لديه رغبة أن يذهب إلى هناك في هذه الحالة مستحيل أن أحد يستطيع أن يقول له أو يجبره على السفر إلى سوريا في المركز العام للأكبارتي في غازي عنتاب بإدارة مسؤول العلاقات الخارجية العام في الحزب ظفر سيركايا بحضور مسؤولين من تسع ولايات يعتبر هذا الاجتماع هو الأول من نوعه الذي يعقيده مسؤول الأكبارتي للعلاقات الخارجية في غازي عنتاب لكن لماذا غازي عنتاب؟ لأنها المدينة المركزية والديناميكية التي احتوت السوريين والفلسطينيين المهاجرين وفي موضوع المهاجرين ستناقش السياسة التي اتبعها الأكبارتي وستأخذ القرارات التي تخص هذا المجال لا تغير في سياسة ناتجها السوريين نحن ما زلنا نعاملهم على أنهم ضيوفنا من المهاجرين ما زال الأكبارتي محافظا على هذه السياسة وهي نفسها السياسة التي اتخذها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاه السوريين لكن تأثيرات هذه السياسة وما يقال أو ينتج عنها من الممكن أن تتغير لكن وجهة النظر لا تغير فيها وتبقى على ما هي عليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر